عبد الرحمن مجدي واحد من المواهب الجيدة جدا في الكرة المصرية ولكن حتى الآن تحس ان هو مطلعش اللي يوازي ويكافئ موهبته جزء خاص باب عبد الرحمن ان هو لازم يشتغل على نفسه والجزء الثاني خاص بالشغل التدريبي يعني المدير الفني لازم يوظفه ولعيب كويس جدا إصابات عنده كان بضلك فترة اللي فات النادي الإسماعيلي طبعا وضعه نادي كبير ونادي عظيم وليجوا مرر في كل حتة مش في اسماعلي بس يعني الحقيقة يعني أنا وضعه في الجدول كان الواحد كان زعلان جدا لأنه بيمر بظروف صعبة جدا فنية إنما مع براون أعتقد أنه هو تحس من بعض الشيء واستصمر كاس ربطة ده فعلا أنا بشكروا الناس اللي عملوا البطولة ده لأنه من أكتر الناس اللي استفادت فعلا نادي الإسماعيلي مدير فني أعتقد أنه هو حط يديه على كل مناطق قوة ضعفة بالنسبة لفرقته عمل تاكتك معين بقى يشتغل التدعمات اللي حصلت والتدعمات اللي حصلت يعني لسه كنت أتكلم مع حسن إن هما أنا شفت واحد فيهم على الهوى يعني سايكو ده لعيب كويس كان في السكة الحديد وده من السن اللي فات لعيب كويس ومميز محتاج بس إيه مزيد من الخبرات والمورد ينقص نادي الإسماعيلي القائد داخل الملعب قائد داخل الملعب طبعا طبعا شخصية القائد حسني إعماد سليمان الله رحمه محمد حازم الكابتن علي الناس الأدامة يعني اللي شافوا كباتن يعني إيه داخل الملعب يعني فيه أوقات محتاجة كابتن وكابتن جامد داخل الملعب فعلى إدارة نادي الإسماعيل لما كان حتى لما تيجي تختار لازم يبقى حد في مواصفات قائد داخل الملعب مش هللاقيها بالمواصفات الكاملة اللي كانت موجودة حسني من تربي في نادي الإسماعيلي وهو عنده خمس سنين في نادي إسماعيلي وطلع وبطل اللابس الفانيلا بتاعت الدرويش بس في موجود لعيبة ممكن تلاقيها وتأهلها من دلوقتي لإن ده هيفرق مع نادي الإسماعيلي داخل الملعب طول عمرنا بنحب نادي إسماعيلي بنحب كورته إنما بقالها تلات أربع سنين الكورة غايبة والنتائج غايبة فلازم كل الناس والحتة كمان كابتان إسماعيل بتاعت إن الإسماعيل كان طول الوقت مفرخة للعيبة والمواهب صغيرة ما بقاش موجودة مفرخة لعيبة أولا المنتخبات كانت مليانة لعيبة من نادي الإسماعيلي المنتخبات على المختارات السنية المختلفة والدرجة الممتازة أنا شايف إن النادي الإسماعيلي الفترة دي بالنسبة لي فترة مهمة جدا وحساسة جدا وأعتقد إن براون هي استثمر البطولة دي استثمر جيد والمباراة ابتدى يحط إيديه وابتدى يشتغل في لعيبة خلاص حسة إن لأ دا إحنا ملعفنا دي كبير لابد للأداء في جزء خاص بالمدير الفني وجزء خاص باللعيبة بقى داخل الملعب بلعبوا باسم مدينة كبيرة وبيلعب باسم ملايين الجمهور الإسماعيلي الجوة الإسماعيلية وبرا الإسماعيلية فلازم يعني البطولة دي يستثمروها لبطولة الدور لأن وضع النادي الإسماعيلي في قبل الأخير ده وعيب إنه يحسن في وجود الناس بتحب النادي الإسماعيلي صحيح